اهلا بحضراتكم مرة تانية خلوني ارحب بسرعة جدا عشان عايز نتكلم اكتر معه ضفنا دكتور هشام عبدالعزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الاوقاف منورنا دكتور منورا بيك مساء الخير عليك وعلى كل السادة مشاهدين ومتابعين وعلى كل مصر وكل مصر في بقاع الارض كلها يا رب يا رب اللهم امين دكتور هشام يمكن احنا كنا بنتكلم على انه فخامة الرئيس وجه به تطوير برامج تأهيل الآمة بطبيعة الحال الوزارة عندها برامج للتطوير والتأهيل بما يتطفق او يواكب او يساير القضايا المعاصرة ايه شكل البرنامج ده او شكل البرامج دي هنعمل ايه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والاشهد في المسلمين سيدنا محمد والأهلي وصحبه ومن دعب دعواتي الى يوم الدين كل شكل التقدير والتحية الحرارة التانية وعلى الصدافة الكريمة ولسادة المشاهدين احنا بس عايزين نقول يعني في البداية كلمة حق كلمة حق انا اصلا امام مسجد جميل انا طول عمري كنت في وزارة الاوقاف انا تاين تسعة وتسعين انا عمري ما شفت في وزارة الاوقاف تدريبات لسادة الامة غير عادية تدريب كان فيه تدريب بروتيني عادي بعد ما تتخرج من الجامعة تخش تدريب عادي خالص اسمه تدريب تأهيل تاخد فيه تفسير وحديث زي الامر اللي كان في الجامعة الامر ده فضل ثابت الى ان تولى معا الاستاذ دكتور محمد مختار جمع وزارة الاوقاف احدث يعني تدريب نوعي غير مسبوق في تاريخ الوزارة اصبح النهاردة فيه حاجات بالنسبة لنا احنا اكلمة غريبة جدا اصبح فيه خطة مدروسة للتدريب اصبح فيه حاجة اسمه تدريب التأهيل البداية خالص للامام ده موجود لكن اصبح النهاردة فيه تدريب غير مسبوق انت بتدريب النهاردة على استراتيجية الامن القومي انت بتدريب النهاردة على مفاهيم يجب ان تصحح المفاهيم المغلوطة اللي احنا كلنا عنينا فيها في الاولى القبل كده من التفسيرات الخاطئة من التأويلات الباطلة من اللعب بالدين بالعواطف بالمشاعر باي شيء تاني تحميل النصوص ما لا تتحمله اصبح النهاردة فيه دورات متخصصة في تصحيح المفاهيم الخاطئة ازاي انت تتعامل مع هذا المفهوم ازاي انت تظهر سماحة الاسلام ازاي انت تظهر المقاصد السامية للقرآن والسنة ازاي انت تفهم القرآن وتفهم السنة عشان كده يمكن من احدث الاصدارات اللي نزلت في وزارة الوقافية عندنا كتاب اسمه العقل والنص مع ان ممكن نقول ان النص سابق النص القرآني والنص السنة لكن احنا قدمنا له العقل على النص انا لو مش فهم النص ما ليهوش فايدة عندي انا ممكن اجيب القرآن والسنة واقلب براحتي زي ما كان حاصل قبل كده لكن احنا بقول لك العقل في فهم النص ازاي انت تفهم النص حاجة بسطة خالص يمكن من ضمن الحاجات تصحيح المفاهيم يمكن مثلا حديث السواكو ده حديث مشهور جدا يمكن كن نشوف الشخص يخش بالسواكو المسجد وحطه في جيبه ويجي يصلي بالسواكو رايحي جاي ممكن السواك ده ما يكونش نظيف ما يكونش مثلا طاهر لا هو اهم حاجة عنده السواك طب هو الهدف والغاية النظافة حاضر تنبيش عايز السواك حاضر نبي عايز عايز النظافة النظافة الاصل في الموضوع الاصل في الموضوع لما يجي استعن المعجون النهاردة او الغسول اقول لك لا انت كده مش مسلم انت كده مش مطبق السنة هي السنة ايه النظافة يبقى سواء كان فيه سواك كان فيه معجون كان فيه غسول يبقى الهدف الاساسي النظافة يبقى ننظر الى النص وفاهم النص الصحيح في العصر الحديث لان انا لو قلت لازم ان السواك يبقى كده الاسلام ده متحجر الاسلام ده لا يصلح لكل زمان ومكان طب هو يصلح لكل زمان ومكان ازاي لازم ان اكون فاهم اكون فاهم النص كويس وازاي اطبق هذا النص فهذا ما حدث في وزارة الاوقاف في عهد الاستاذ محمد مختار الجمعة تدريب الائمة على تصحيح المفاهيم الخطئة وقس على زيك في كل المفاهيم الموجودة وكل الحاجات اللي كانت مغلوطة وكل الحاجات اللي كانت تلقى وتبس يعني الليل النهار وعينينا منها ظلم وعصور كثيرة جدا لكن النهاردة اصبح فيه تدريب غير عادي النهاردة الامام بيدرس احنا عملنا بورتوكول وده كما كانش موجود نهائي خالص ان نتعمل بورتوكولات تدريبية مع جامعات مصر عملين بورتوكول مع 24 جامعة مصرية من شرقها الى غربها من شمالها الى جنوبها ضربنا لحد دلوقتي يمكن اقامنا 96 دورة تدريبية لسادة الايم النهاردة الايم حضرتك بتدرس النهاردة الايمة بتدرس علم النفس وعلم الاجتماع بيدرس الامام في التدريب علم النفس وعلم الاجتماع بيدرس العلوم الانسانية بيدرس النهاردة الامام في التدريب المهارات الاعلامية ويمكن احنا فيه بورتوكول موجود مع الهائة الوطنية للإعلام وهائة الوطنية للصحافة ازاي انا كامام اتعامل اعلاميا ويمكن الدورة بيجو هنا في مدنى ماس بيرو بيخش الاستوديو ازاي هو يتعامل مع الكاميرا يعني يواكب الحدث ويتعامل مع الجمهور إزاي هو يتلقى أسئلة من الجمهور إزاي هو يتعامل مع ميسد هذه الحالات ضربنا سادة الأئمة على السوشيال ميديا السوشيال ميديا إزاي هو يتعامل مع الألام إزاي هو يقول كلمة على فيسبوك بتاعه أو على تويتر أو على مواقع التواصل اللي هو بيستخدمها لأنه هو الفيسبوك بتاعه والتويتر بتاعه ده يعتبر المنبر بتاعه ما ينفعشي أن أنا كإمام أطلع على شوسي الميديا أقول أي حاجة لا ده من برج يبقى أنا كرجل في الشارع لما هطلع على الفيسبوك بتاع الإمام أنا هاخد معلومة دينية صحيحة السهولة بتاعة الخطاب ويسره وإزاي أقدر أتعامل مع الفئات المختلفة الفئات دي بقى على حسب هو في الريف في الحضر طب التعليم أعمل إزاي إيه لأخير والإمام يدخل إلى المسجد فبيتعامل مع الكل بس هيختلف من الحضر إلى الريف وأنهي حتى في الريف وغير كده هي فكرة أنا جدي رحمة الله عليك بالأبو أمي أزهري بالجبة والأفطان جدي مرة وهو راجع أول الشهر اتناشل فدخل على جدية البيت أول الشهر فبتقوله المصروف يا أستاذ كانت تقوله يا أستاذ قال لها خده ابن الحلال خدت بالك قال لها إيه خده ابن الحلال ما قال هلاش مثلا إيه ده الحرامي ربنا مش عارف يعمل فيه أو لا خده ابن الحلال وقعد يتحك أنا تصوري دايما عن الإمام والداعية والأزهري جدي أنا عمري ما شفت الجدي جدي الله يرحمه رب توفى ساعة 1968 أنا موليد 75 أنا كل دي الحكاوي بتاعت والدتي وخلاني السهولة واليسر في تعاملات الإمام مع المجتمع المحيط مش بس جوه الجامع ومن فوق المنبر احنا بنتعامل مع ده ازاي في الأئمة الشبان الجدد بتوعنا تمام يمكن احنا الآن اصبح في وزاعة الأوقاف مجموعة كبيرة جدا من الشباب في ربع مصر كلها في مساجد الكبرى وفي كل المساجد الكبرى على مستوى الجمهورية فيه شباب يتعاملوا ازاي احنا عملنا دورة في فن التعامل مع الجمهور زي ما عملنا دورة في فن الإلقاء يمكن مع بداية الخطبة المكتوبة كان فيه هجوم شارس جدا على الأوقاف انتوا هتقيدوا الأئمة انتوا عايزين تقولوا حاجة معينة ده الفن بقى أن ازاي أنا كإمام زي ما حالك بتقول كده أنا في الريف ازاي أن أنا أقول الخطبة بتاعت الأوقاف وتعامل بها مع الجمهور زي ما أنا ابن المدينة وابن الحضر أتعامل بها مع الجمهور ولا في بحري ولا في إبلي ولا في بحري ولا سواحل ولا في وحات وما إلى ذلك ايه هو ده الفن بقى ازاي أنا أصيغ القالب بتاعها مخاطبة الجمهور مخاطبة الناس مراعبت الثقافة والبعد العداد والتقاليد والعرف اللي موجود في المكان هو ده بيحصل فيه تدريب لسادة الأئمة ازاي أنا أتعامل كده انا مع حضرتك احنا يعني ماشيين في خطة أن الإمام المسجد ما يوباش داخل المسجد احنا مش عايزين الإمام داخل المسجد بيقيم الشعار وكده لكن الإمام أصبح النهاردة منطلق النهاردة النهاردة الإمام النهاردة الإمام لما بيروح يدي محاضرات النهاردة مالح كان في المجلس القومي للمرأة والعنف ضد المرأة وتنظيم الأسرة ومقتدر العصر النهاردة الإمام لما بيروح الجامعة النهاردة الإمام لما بيروح الشباب والرياضة والنوادي الإمام النهاردة ممكن يروح يحضر يسمع مطش زي كلنا بنسمع كاس العالم بس من خلاله هو بيتعامل احنا بنكرس في الإمام ويمكن دي مبادة حق الوطن أطلقتها الوزارة من 30-10-2022 اللي هو بناء الوعي المصري بناء الوعي المصري الذي يبدأ من إحياء التقاليد والأعراف المصرية الخالدة اللي هي كانت لحمة واحدة لكن أصحاب الأغراض والمأجورين هم اللي حاولوا يفككوا هذا الأمر وفي حقبة معينة لكن احنا عايزين نرجع للعادات والتقاليد الكويسة اللي كانت في الدولة المصرية عايزين العرف بتاعنا اللي دايماً وأبداً كان يقيه شيخ المسجد فأي بكان بعيد عن المسجد فأي محفل وهو يقوله كلمتين بوصار كده سهلين يبين لهم يضحق يبتسم مش هبقى بقشر ولا ده حرام ده هتروح النار مفيش الكلام ده هو دين أصلاً كده يعني حضرتك شفت أن فيه دين بيقولك التبسم عبادة وقربة يعني عشان تد المكتبع المصري يحب الأزاهرة يحب الزي الأزهري يثق في هذا أو في صاحب الزي علشان الزي ده معناه بس كده ده من الأزهر يبقى تمام أنا عايزه دايماً بسوم عايزه رجل جماهيري رجل اجتماعي كأنه نازل الانتخابات بس هو مش نازل الانتخابات عايزه كده هل إحنا بنشتغل على كده في وزارة الأوقاف؟ بالفعل النهاردة أصبح هذا الأمر موجود في وزارة الأوقاف أنا عايز أقول لك حضر لك حاجة لما البرامج بتاع وزارة الأوقاف سمعت يعني إيه سمعت؟ يعني كل الدول الإسلامية النهاردة لما بتشوف وزارة الأوقاف وشايف الآمة بتاع وزارة الأوقاف في الداخل والخارج شايف آمة بتضحك ما بتكشرش شايف إمام النهاردة ممكن يبقى بالزي والعمة وكاكولة ممكن إمام يبقى لابس الأميس وبنطلون ممكن يبقى لابس البدلة ده مش حرام ولا حاجة خالص لا حرام في إيه كانت زمان بقى الفكرة أنا جيت لازم تبقى لابس جلبية وملبسش جلبية دي تبقى مشكلة كبيرة لو أنت تبقى بنطلون وعميس يبقى أنت تبقى على الفرينجا يبقى أنت تبقى حاجات مع الأسف الشديد يعني مفاهيم كتير مغلوطة بثت ولازم نعترف بكده أن هي بثت بثت في الشعب المصري من الناس لا يفهمون أصلا أنه هو إيه الدين والدين منهم براء لكن النهاردة الإمام بتاعنا بيروح أي بكان النهاردة فأصبح الدول العالم الإسلام النهاردة بتنادي وبتدق الباب بتعوزات الأوقاف بعد إذنكم إحنا عايزين ولادنا يتضربوا عندكم حلو الكلام ده عايزة روح بعد إذن حضرتك للفصل وهنرجع بعض الفصل يمكن أنا عندي زحمة أفكار بس منها أنه أنا محتاج أفهم وعرف الناس أصل العقيدة لو عرفوا أصل العقيدة كل حاجة تحلت على طول لأنها سهلة عايزة فهم الناس مش عالة هتتبقى معها لا هو الدين واحد مع اختلاف الشرائع إحنا مش ثلاث أديان إحنا دين بتلاث شرائع مثلا يعني هي المفاهيم اللي من النوع ده أو زي ما أنا كنت بحكي حتى قبل ما نبدأ الفقرة ما هو رائج ما بين الناس في العالم الإسلامي إنه سيدنا عمر هو من أمر بحرق مكتمة الأسكندريك ما حصلش ما حصلش المكتبة جيد حرقت قبل مينات سيدنا محمد علي أبسطور السلام أصلا في قصة سياسية يعني حدوتة تانية خالص أنا عايز النوع ده من الحواديث بالطريقة الرائعة بتاعة الأئمة بتوعنا الأزهر بتاعنا توصل للناس لأنه هو ده اللي هيفاهمهم إيه هي هذه العقيدة إيه هو أصل هذا أو أصل هذه الشريعة العظيمة خلونا نروح للفصل نفهم ونستزيد أكتر من دكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف استنونا حقيقة تستفيدوا حقيقة تبسطوا كل الترحيب بضفنا العزيز دكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف نبدأ الأول بإيه؟ بالعقيدة تمام إحنا بمناسبة العقيدة إحنا من أحدث إصدارات وزارة الأوقاف إحنا تم إصدار الكتاب في العقيدة سهل وبسيط إحنا بلحك في العقيدة سهلة والبسيطة اللي ما فيهاش أي عقد وما فيهاش أي تعقدات اللي بيقولك ربنا واحد وربنا أرسل لنا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم والصنة بتاعت حضرة النبي الواضحة اللي ما فيهاش أي غموض وما فيهاش أي مشكلة وإحنا لازم نؤمن أن ربنا سبحانه وتعالى أرسل لنا الرسل عشان خاطر إحنا نعرفه المختصر الكافي ده من أحدث إصدارات وزارة الأوقاف فيه عقيدة صافية مصفقة كتاب صغير كده لكن فيه خلاصة وعصارة ما يحتاجه أي إنسان مسلم على وجه الأرض بدون أي تعقيدات وبدون أي مشاكل هو مختصر شافي كافي في العقيدة الصافية عيسى أبدأ من العين الزغيرة في المدارس خالص خالص إحنا لما العائلة الصغيرة دي إحنا بدء فتح المساجد والبرنامج تسقيفي موجود حاليا للأطفال في الصيف عملنا البرنامج ده والحمد لله يعني كان في أكتر من يعني ما يقرم من 7000 مسجد على مستوى الجمهورية مع دخول المدارس إحنا قلنا عشان خاطر ضغط المدرسة نخليه يوم واحد في الأسبوع لكن الأسبوع الماضي جاءتنا رسال كثيرة جدا من أولياء الأمور لأ إحنا محتاجين يومين في الأسبوع من الإمام بتاعنا الجميل ده عشان خاطر لأنه هو بيعلم ولادنا إزاي من الغرائب واللطائف اللي جات لنا أن كان فيه واحد ولي أمر بيقول أنا أول مرة ابني كان دايما وأبدا نجيب التاب أو المحمول ويشوف اللعبة الفلانية والحاجة الفلانية إيجي البيت يقولي يا بابا إحنا أخذنا النهار ده مثلا حاجة عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو رايح الغار فأنا بس عايزك تبحث لي كده هوتي طريق الهجرة هاتلي طريق الهجرة كده على جوجل أشوف مثلا حضر النبي ماشا من مكة إلى المدينة قد إيه عشان أيسي المسافة ويشوف أنه إزاي هو تعب عشان خطرنا عملوا مجسم في أيام الحج مجسم للكعبة وكانت الأولاد بتطوف حواليه أول مرة في تاريخ الأوقاف كلها يبقى فيه مسرح رائس للأطفال في المسجد حاجة غير عادية وغير خيالية وغير لو اتعاملت قبل كده إحنا نكفر يقول لك ده لا تكفرين دولا عملوا في مسرح رائس للأطفال إن شاء الله يوم الخميس القادم ده في القاهرة موجود جدا الأطفال النهاردة الإمام ده يبقى فيه في أحد المساجد في القاهرة أقول لك عليه أنا مش فاكر إسمه يعني على يوم الخميس يبقى حتى بعتلنا وإحنا هنقول موجود إحنا أسبوعيا موجود بناخد الأطفال نوديهم الإمام والواعزات بيروح حديقة الحيوان بنعمل لهم عسكر تسطيفي في الإسكندرية هو فيه إمام بيعمل رحلة هو الإمام بيروح رحلات كده يعني يروح ويأخذوا الأطفال يا سلام سلم ده إمام عصري بقى متطور ده إمام فاهم ليه بقى؟ عشان بدأت الأوقاف في البداية هي مرازلتش في أول حاجة لازمن تأهيل الآن المساجد مبنى ومعنى أنا ما نفحش أطور المسجد والبنية بتاعته الساجد قبل المساجد أنا أطور الإمام الأول إزاي يتعامل مع الجمهور؟ إزاي يتعامل مع الأطفال؟ إزاي النهاردة الأطفال النهاردة بتدخل المسجد بتطلح تجري على الإمام تقبل إيده لأنه هو حد منه مش أنه هو مثلا بينظره ده حلال ده حرام هتخش النار لا ما أصبحش كده أصبحت المساجد النهاردة منارة تسقفية حضرتك النهاردة المساجد فيها مجالس إقراءة فيها مجالس إفتاءة الكلام اللي بقوله ده أئمة وعزات يعني أئمة والوعزات لتنين مجالس إقراءة مجالس إفتاء مجالس كبار القراء عندنا مقراءة في سن الحسين يوم السبت إن شاء الله ساعة عشر صبح كبار قراء مصر اللي إحنا كنا بنشوفهم في التلفزيون ونسمع عليهم شيخ الفلاني وشيخ الفلاني لقد النهاردة أصبحوا كله مجتمع في مقراءة كبار القراء للجمهور العادي اللي عام لها الوقاف عندنا النهاردة أكتر من ما يقول من 3000 مقراءة للجمهور الإمام بيجلس بعد العصر والناس بتقعد تسمع عندنا بعد الفجر كبار القراء مشيخنا الأفاضل للدكتور نعينا والشيخ طروطي والشيخ خشت بعد صلاة الفجر بيصال الفجر ويعمل مقراءة للناس العادية في الحسين وفي كل واحد جنب بيته بيعمل حسين يوم السبت إن شاء الله بإذن الله بنعمل اتهالات جميلة جدا احنا بنجيب ناس في المسجد بتعمل اتهال عظيم جدا ورائع جدا روحانية جميلة تعملها في الإنسان حضرتك لو تشوف المساجد وهي ممتلئة في الأسابيع الثقافية فوق الألف واحد بيبقوا موجودين في المسجد راحين مستنيين العلم مستنيين الحاجات الجميلة اللي ما كانوش عارفين عن الإسلام بتاعنا الجميل الإسلام بتاعنا الدين جميل جدا جدا بس المشكلة يعني ما هو مسجد رأسي دي كلام عن تجديد خطاب الديني يبقوا أحد يقول لك الناس هو انت هجيبوا دين جديد انت هجيزين غيروا الدين لا هو كده الموضوع الحمس ما حد بيغير الدين ازاي ان احنا نفهم الدين بتاعنا لانه دين جميل جدا ازاي هقولك حاجة بسيطة جدا شوف يعني من عظمة الجمال وجمال احنا الخطبة اللي جاية على خط الجوار والزمالة شوف حضرت نبي صلى الله عليه وسلم ستنا سايدة عيشة فيه طعام فيه أكل فيه هدية هتديها الجيران عندها واحد يهودي واحد مصد هتدي مين قدة اليهودي شوف حضرت نبي الى أقرب هيمة من كباب اليهودي ما ينفعش احنا ما نقول المثل بتاعنا المية ما تعديش على قطعنا هو ده الدين بتاعنا عشان كده احنا دايما وابده هتتلاقي الخطب بتاعتنا لا يعني ايه فيها العملية الإنسانية يعني احنا ما نتكلم عن الدين والوطن والإنسانية معا في الأول خالص كان يفصل لك الوطن غير الدين انت هتكلم في الوطن وحب الوطن وبانت عرأي ما عندكش دين طيب الإمام بتاعي جزء من تدريبه وتأهيله المناقشة يعني حشان كنا دعا كنا مثلا بعد صلاة الجمعة ففيه حاجة في بالي فهروح على طول على الإمام بتاع المسجد مولانا فيه كذا 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 ايه رأيك مش عارف اعمل ايه وده جزء من طبيعة المصريين يذهبون إلى إمامهم في المكان اللي بيصلوا فيه سواء إذا كانت في صلاة جماعة أو في صلاة زي صلاة الجمعة فبنسأل وممكن نتفق وممكن نختلف الإمام بتاعي جاهز دايما للأسئلة والمناقشة أفقه متسع للنقاش ولا يغلقه الإمام أصلا هو تدرب في الدورات التدريبية مرحلة التلقين انتهت مرحلة التلقين دي خلاص انتهت أصبح فيه حاجة اسمها مرحلة حوارية إزاي انت تتعامل مع الجمهور إزاي يعني مثلا شفت حضرت النبي صلى الله عليه وسلم لما واحد قال يا رسول الله يعني إيه زالي في الزنا قال أطاق الضهر ما قالوش انت بتعمل ايه انت عايز ما فيش الكلام ده وهاكذا الإمام النهاردة النهاردة الإمام بيتعامل مع الجمهور يحنوا عليه بياخدوا تحت وقته كده وقال له تعالى انت فيك ايه فهو يحكي له بكل صراحة يعني احنا كنا في أحد الأماكن أنا كنت موجوده معايا بعض الزملاء فاحنا بنسألهم انتوا محتاجين ايه فهو حسن يعني احنا زي بعض فالهو يعني انتوا زينا يعني طب ايه اللي يختلف بينا وبينك السيدة الشفاء بنت عبد الله ليلى بنت عبد الله تناقشت مع سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاء أمير المؤمنين وهو خليفة وعلى مرأة ومسمع من الجميع في مسألة المهور حتى عدل أمير المؤمنين عن قراره ما دي حلوة ان الدين فيه الرأي والرأي الآخر واحنا ليه بنقول عندنا المذهب الأربعة هو مش عشان خطر تعصم عشان خطر اليسر والسهولة الحاجة دي تنفع النهاردة لا دي ما تنفعش بكرة مثلا يعني هبءا في إحدى يعني موضوع الزي ده مثلا أو اللباس اللي الإنسان بيلبسه أي حد يلبس لبس طالما أنه يسطر الجسد لا يقيد لا يقيد الإسلام الإنسان بزي معين يعني مش عايزة أقولها لو حضرت النابي كان موجود بين النهاردة كان هيستخدم كل لهذه الأسلية بالحديثة لو كنت أستخدمها طبعا عادي لأنها موجودة بس المشكلة بقى الخلط بين ما هو من حكم العادة وما هو من حكم العبادة هما خلوا العادة عبادة يعني بمعنى لو أنت ما عملتش في ذهنهم هما اللي كانت في عهد عظر النبي دي عادة لو أنت ما عملتها شبه أنت إيه هتروح للنار آثم يا أخوانا دي عادة ده عرف دي عادة معلشان كده اللي كنت بقوله في الأول إحنا عاوزين نوصل للناس أصل العقيدة فلو وصل أصل العقيدة يبقى المسألة ما بقتش بقى عادات لأننا بتعمل عبادتنا لأن إحنا فاهمين أطمئن وأطمن حضرك وأطمن كل الجمهور يعني بفضل الله سبحانه وتعالى وزارة الأوقاف النهاردة عندها جمهور يعني أئمة أخذوا قسط كبير جدا من التدريب يعني تنمية مهارات على مستوى عالي جدا في كل التخصصات وفي كل الفروع أصبح النهاردة الإمام بيتعامل مع الكبير ومع الصغير مع الرجل ومع المرأة يعني كل واحد على قده بيبقى عارف يتعامل بمدعات زي لأنه خد تدريب سيق لمهارات إحنا يمكن عندنا دورة أكاديمية الأوقاف الدولية دي فيها مكونات متخصصة جدا يعني مش أي إمام بيدخل فيها لازم يبقى مستوى عالي بيخش ياخد مكون شرعي بيخش ياخد مكون إنساني بيخش ياخد لغات إحنا عندنا أئمة اللغات يعني من فضل الله سبحانه وتعالى الدول الآن بالإسم عايزين إمام وزارة الأوقاف المصرية الدول النهاردة بالإسم إحنا محتاجين نيجي نتضرب عندكم طب إيه اللغات ده آخر سؤال هسأله بقى إيه اللغات اللي الأئمة بتوعي بيتقنوها بطلاقة فتمكنني من أنا أبعث الأئمة والدعاء بتوعي مثلا لأمريكا اللاتينية أسباني أبعث مش عارف فين في الحتة بعض الدول في إفريقيا فرنساوي دول تانية ما بين إفريقيا أو آسيا إنجليزي إحنا عندنا أئمة جاهزين؟ أنا أقول الحاجة بسيطة جدا بقى لها الروح مثلا لأوروبا ولا أمريكا ولا فرنسا لأن أوروبا وأمريكا وفرنسا كلهم كانوا عندنا فين؟ فشار مشيخ فشار مشيخ حضرك أكيد سمعت أو الناس اللي حضرت هناك كل المصريين العظماء جم وقالوا إحنا شفنا حاجة غريبة ما شفناش في مصر قبل كده إيه؟ شفنا حاجة غريبة جدا في المساجد أنا تخضيت إيه؟ قلت يا رب بصطو خير قالك إحنا أول مرة في مصر نشوف الخطيب بعد ما يتكلم الخطبة باللغة العربية نشوف الخطيب يتكلمها باللغة الإنجليزية باللغة الفرنسية باللغة الروسية قالوا ما شفناش في حياتنا الكلام ده شفناها في شرم الشيخ الأئمة بتاعتنا حلو الأئمة بتاعت وزارة الأوقاف أئمة وزارة الأوقاف الناس كلها شفيتها في شرم الشيخ قبل ما اعتم ده مش نخبيها أنا مش هبقى هبقى محامي طرف آخر قالوا هو إنه طيب يعني حضراتكم بعضت شرم الشيخ هنقول مثلا عشر أئمة مؤهلين جدا ويتكلموا تلت أربع لغات وكلام مين ده العدد بالبلد كده العدد اللي في اللمون عارف إن أنا عندي عدد لا بأس به أنشره في أمريكا التي نهي عدد لا بأس به أنشره في الدول التي تتحدث الفرنسية احنا عندنا عدد ومش في اللمون احنا لسه أكثر من اللمون بشوية لسه ألمانيا بعتها يعني من مبارح أن أنا عايزة إمام يجيد اللغة الألمانية وإنهم جاهز فلاني فلاني القرار يطلع لأن القائمة موجودة القائمة موجودة إنجليزي فرنساوي ألماني روسي القائمة موجودة الدولة اللي بتطلب فلاني فلاني موجودة حلو ده موجود بالقائمة وكمان تنمية مهارات يعني هو لغات بيحدث ليه تدريب نوع آخر اللغة لأنه هو يعني التعامل في الخارج محتاج برضه طبعا تنمية مهارات عالية طبعا فبياخدها باللغة بكلم مجتمع تاني ومجتمع مختلف تاني خالص وإزاي بقى أنا أتعامل معهم وهو فيه زي إحنا دايما بنقول أن فيه فيه موضوعات ممكن نقولها نوحدة على التربيزة ممكن نقل في الباب ونقولها صح فيه موضوعات ما نقولهاش خالص صح هو بيتضرب عاد إيه اللي تقال وإيه اللي ما تقالش والمنطقة دي تتعامل فيها إزاي والجمهور ده تتعاملوا إزاي طب من تقلبي حبتين مش مية في المية ليه مش مية في المية عشان لسه عندي حاجات كتير عايزة عاو نتكلم فيها حتى أطمئن فأنا الأمر اللي يا سبحانه وتعالى فأنا دايما هتلاقينا بنزعج حضرتك زي ما بنزعج أحدا من مكالمات التليفون هنزعجعك كتير بأن احنا نطلبك تبقى أضيف كريم عزيز علينا أشكرك يا دكتور رب نخلي واطمئن طالما وزاعة أوقاف موجودة بفضل الله سبحانه وتعالى وصدما بفضل مع الأستاذ دكتور محمد مختار الجمعة فاطمئنه يعني أنتم فيه بإذن الله دايما أشكرك جدا 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 يا دكتور هشام نورتنا وشرفتنا وأسعدتنا بوجودك كل الشكر ودكتور هشام عبدالعزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف أكيد لسه الملف مفتوح ولسه هنتكلم ولسه هنسأل والتساؤلات هتفضل كتير وبالمناسبة دي فضيلة وليست نقيسة اسأل علشان تقدر تستزيد بالمعارف خلصة الحلقة لحد كده ثواني ويدخل حالم كريم ورمزي وبرنامجه رقم 10 إحنا لو كلنا العمر بإذن الله سبحانه وتعالى نكون موجودين معاكم بكرة وبرنامجكم التاسعة سلامات